لكن مع الكورة يبقى كلام كثير في الغربال كان في الإمكان كان في الإمكان أفضل مما كان وكان في الإمكان أبدع مما كان لكن إيه اللي سبب في اللي كان حبينا نقف مع مباراة الأهل وصندونز ومع المعترك الأفريقي بكثير من المناقشة والتأمل ومحاولة استشراف الصورة في اللي جاي هقول لكم المجموعة التانية اللي فيها النادي الأهلي الأهلي تعادل مع صندونز اتنين اتنين في هذه الجولة لكن القطن الكاميروني خسر في ملعبه من الهلال السوداني اتنين واحد عشان يكون ترتيب المجموعة صندونز عنده سبع نقاط الهلال عنده ست نقاط الأهلي عنده نقطة بس ليه مباراة مؤجلة أربعة مارس هتبقى مع القطن القطن عنده سفر من النقاط واليه مباراة مؤجلة مع النادي الأهلي الجولة الرابعة القطن هيلعب مع الهلال يوم الأربعة تمانية مارس القطن في ملعبه هيستضيف الهلال أو العكس الهلال هو اللي هيستضيف القطن الأهلي وصندونز سبت 11 مارس والأهلي طبعا مباراة المؤجلة السبت الجاي مع القطن الكاميروني ده في مجموعة الأهلي قبل ما هندخل في بقية اللي حصل عايز أقول لكم أنه في المجموعة الأولى باش مهندس شبيبت القبائل أربع نقاط وبترو أتلتكو أربع نقاط الوداد حمل اللقب عمده ثلاث نقط بس فاز مباراة وخسر مباراة الجولة الرابعة وبترو أتلتكو هيستقبل الوداد يوم السبت 11 مارس وشبيبت القبائل المتصدر هيستقبل فيتا كلاب الكنغولي المجموعة الثانية المجموعة الثالثة الرجاء المتصدر عنده تسع نقط حوريا كونكري عنده أربع نقاط سيمبا التنزاني عنده تلت نقاط الجولة دي الرجاء كسب حوريا 2-0 وفايبرز كسب سيمبا 0-1 نسيت أقول لكم أنه الوداد مع هذا الموقف استغنى عن مدربه التونسي ورجع جريده جريده مدرب الأهل السابق درب الوداد قبل كده ودرب الرجاء ودرب النجم الساحلي واشتغل في السعودية لف لف طويلة ولسه ماشي من الإسماعيل من شهرين تقريبا في بداية الموسم فبيتعاقد معه الوداد المغربي في البطولة الجولة الرابعة حوريا هيستقبل الرجاء يوم 7 مارس وفايبرز الأغاندة هيستقبل سيمبا يوم 8 مارس مجموعة الزمالك والترجي الزمالك خسر 2-0 في تونس من الترجي والمريخ فاس في ملعبه في ليبيا على بلوزداد 1-0 أصبح الترجي عنده 9 نقاط والمريخ عنده 4 وبلوزداد عنده 3 والزمالك عنده نقطة الزمالك يحتاج شرطا للاستمرار في البطولة الفوس بالتلات مباريات هيلعب أولهم مع الترجي يوم 7 مارس في القاهرة ثم عنده المريخ في القاهرة وفي الآخر هيسافر الجزائر لبلوزداد بلوزداد الجولة الجاية حيستضيف المريخ ده الموقف في دور الأبطال حتى الآن بشوانتس يعني موقف متأزم للفرق المصرية ربنا حلا بقى في المطشات الجاي طيب ليه بقول لكم كان في الإمكان في قاعدة في البطولة ممكن نستند إليها وممكن نطنشها وممكن نحذر منها هو الأهل لما يتعثر في أول مطشين في دور المجموعات إيه اللي بيحصل؟ لأن انت بتتكلم على فريق عنده رقمين قياسين في البطولة أكتر فريق شارك في دور الأبطال أكتر فريق أحرز لقب دور الأبطال فعنده سنة تاريخي كبير الموقف اللي الأهلي فيه النهاردة مش جديد قبل كده عشر مرات الأهلي تعثر في أول جولتين في العشر مرات وصل للنهائي عشر مرات وأحرز اللقب ست مرات اللي أنا بقوله أنه وانت بتستلهم التاريخ كانت حتى كلمة الكابتن خطيبه وكلمة السيدة أمال الشيخ أنه الأهلي عنده دايما قوة ملهمة القوة الملهمة بتاعته تاريخه بس ده بيحمل كمان اللعبة مسؤولية كبيرة أنك أنت كل الأجياء للسابقة اللي شاركت قدرت تتدارك الأمور وتنهت بسرعة وإذا تعسرت في مباراة أو مباراتين بيكسب الباق ويتأهل باش مونز المشكلة المراتية يا أستاذ إبراهيم النتائج بتاع الفرق الأخرى مع بعضها ما خدمتكش يعني كون إن والهلال ليه اتنين يجساوا القطن الكاموروني بره دي نتائج يعني يعني لا ضغط عليك ما كانت ضغطت عليك يعني يعني لو أي واحدة منهم كانوا تعادلوا مع أنك كانت حتدي لك نوع من النفس إنك تقدر تتحمل نتيجة مفاجأة دلوقتي بقى برضو موقفك إنك عايز تكساف اللي جاي لأن حتى ترتيب الموطشات ما بيخدمكش قوي يعني الهلال حيلاعب القطن الكاموروني قبل ما جيه لك ما خلاص هو القطن بقى هو مش شرط شوف استنى بس الحد ما ماتشنا معاه ما بنقولش بقى هو مش هو بنقع على حق نستنى تشوف إحنا هنعمل إيه المؤشرات بتقول إنه بيخسر من الكل لكن يا رب بيخسر من إيه ما هدى لو لو قدرت الحق نفس النتيجة هيبقى عندك سبع نقاط هتستعمل بقى إنك الهلال يجي لك تقدر تلعب معا ماتش يحدد النتيجة في آخر المجموعة لأن سانداونز برضو لحد الوقت يعني عنده إيه سبع نقاط مين سانداونز عنده إيه سبعة سانداونز كسم ماتشين وتعادل معاك عنده سبع نقاط والهلال عنده ستة فسانداونز أنت رايح له سانداونز ماتش رزل أنت رايح له وهو رايح السودان بعدين وهو رايح السودان يعني يعني لو اللي لك كسب سانداونز اللي اللي هتبقى شوف اخدم نفسك بنفسك التلت ماتشات الأهلي أو الأربع ماتشات الأهلي إن شاء الله تعالى يكسبهم مش محتاج حاجة أي طبعا يتصدر فدي ده الأمر الحاسم يا جماعة اللي الكابتن ساد عب حفيز بيأكد عليه مع اللعيبة اللي أنتو فيه ده كتير ما الأهلي مر بيه لكن الرهان دايما حتى الجيل ده على فكرة في 22 نفس التعصر وقدر ينهض ويستمر ويوصل للنهائي السنة اللي فات السنة اللي فات ده باستمرار بيحصل لكن علشان ده يحصل لازم الجمهور يكون في ظهره ها طبعا بيفرق جدا مش عادين بقى بمسألة رامي الفوطة نتعود عليه